هل اختار النادي الأهلي مدير الفني ولا لسه؟ هل إيه القرارات اللي تم اتخذها من مجلس إدارة النادي الأهلي؟ خلينا نروح لزاملنا فاروق صلاح من أمام مجلس إدارة النادي الأهلي يقول لنا أهم القرارات اللي تم اتخذها اليوم في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اللي انتهى منذ أعتقد دقيقة ودقتنا فاروق أهلا بيك نعرف أن أنت بقى لك فترة طويلة جدا في النادي قلنا إيه الأخبار وطمنا هل تم اتخاذ قرارات تخص النادي الأهلي طبعا في هذا الاجتماع أهم هذه القرارات يعني في البداية خلينا رحب بك كابتن إسلام كل التحية لك كابتن إسلام طبعا برحب ضيوفك الكرام الأستاذ عيمان جلبرتو والدكتور محمد جمال وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان بالفعل كابتن إسلام هو يوم طويل شوية يعني الكابتن محمود الخطيب كان حريص أن يكون موجود النهاردة في المران الأخير لفريق النادي الأهلي قبل الصفر إلى الأسكندرية لملاقات فريق سموحة في الجولة الثالثة والعشرين ورسائل الدعم المستمرة من الكابتن محمود الخطيب للعيبي النادي الأهلي يعني عقب جلسة الكابتن الخطيب وحضوره للمران توجه طبعا للمقر أو مكان نعقاد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اللي انتهى منذ لحظات خلينا أطلع حضرتك وأطلع كل مشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي على أهم القرارات اللي تم اتخاذها في هذا الاجتماع قرار الأول كابتن إسلام طبعا اعتمد المجلس التشكلات الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي على المستوى الجماعي والمستوى الفرد للموسم الجديد وعايزة أفعند النقطة دي على كابتن إسلام لأن النادي الأهلي خلاص بدأ ينتهج سياسة استقدام المدربين الأجانب في قطاعات النشئين وبالتالي موجود مدرب أجنبي في قطاع النشئين الخاص بفرق كورت اليد وأيضا فرق كورت السلة وده نهج جديد بينتهجه مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي للارتقاء طبعا بمستوى اللاعبين في هذه اللاعبات سواء كورت اليد أو كورت السلة كما تم القرار الثاني كما تم التجديد لمدير الإدارات التنفيذية والأجهزة الإدارية حتى 31-12-20-22 كما وفق المجلس على توصية المكتب التنفيذي باستضافة المعسكر التدريبي للمنتخب الكويتي لتنس الطولة في إطار الإعلاقات الودية والمعاملة بالمثل اللي بتجمع ما بين النادي الأهلي وكافة الأندية أو المنتخبات الكويتية ودولة الكويت الشقيق على نفس الأمر برضو كابتن إسلام والإعلاقات الودية الإعلاقات الطيبة للنادي الأهلي بيتمتع فيها في الإطار العربي وفق المجلس واعتمد استضافة المنتخب المملكة العربية السعودية لتنس الطولة على استضافة أيضا المعسكر التدريبي اللي يقام في فرع مدينة ناصر أيضا في إطار الإعلاقات الودية اللي بتجمع ما بين النادي الأهلي وأيضا دولة أو المملكة العربية السعودية كما وفق المجلس على مشاركة الفريق الأول لكرة اليد في البطولة البصنة الودية والمقرر إقامتها في الفترة من 23-8 حتى 27-8 دي كانت أبرز القرارات التي تم اتخاذها طبعا الجلسة انتهت منذ لحظات كابتن الإسلام بحضور كافة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا بقيادة الكابتن محمود الخطيب طيب القرار الأهم هل كان هناك قرار طبعا بما أنك ما قلتوش يبقى هو مش موجود ولكن هل هناك ملابسات معينة نقدر نتكلم فيها في هذا الأمر ولا ننتظر طبعا بالنسبة للمدير الفني طبعا طبعا كابتن الإسلام طبعا تعرف أن الأمر المدير الفني الجديد هو الأمر الأهم اللي بيشغل بالكافة الجماهير والعشاق للنادي الأهلي في كل مكان وده طبعا مطلب مهم جدا طبعا لكن خلينا أنوه لنقطة مهمة جدا أن الكابتن محمود الخطيب النهاردة في اجتماعه مع اللعبين والجهاز الفني بقادة الكابتن سامي موسون في كلامه مع اللعبين نوه لنقطة مهمة جدا عدم الانسيق لأي كلام بيصار على السوشيال ميديا حتى الانتظار إلى إعلان مجلس الإدارة النادي الأهلي أي أمر يخص الجهاز الفني الجديد طبعا النهاردة الاجتماع طرح أكثر من أمر في الاجتماع لكن لم يصدر أي قرار بشأن المدير الفني الجديد تقد يعني إن شاء الله تعرف من خلال قناة النادي الأهلي يا كابتن سامي احنا القناة الرسمية للنادي الأهلي فبنتعامل بكل المصدقية من خلال الشاشة نحن ننقل الصورة بالكامل للجمهور ولكن بمنطقة المصدقية تقد يعني لو أي أمر هيصدر في هذا الأمر أو سياق المدير الفني الجديد هيتم الإعلان من خلال الجهاز الرسمي أو من خلال النادي الأهلي وبالتالي هيتبقى الأمر إن شاء الله يكون موجود معنا على قناة النادي الأهلي لكن حتى الآن دي القرارات اللي صدرت من مجلس إدارة النادي الأهلي يا كابتن سلام أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح طبعا من أمام مقر النادي الأهلي أو من داخل مقر النادي الأهلي ومقر اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي الذي انتهى لبعض القرارات اللي حنقولها لحضراتكم أو لما تجلنا حنقولها لحضراتكم زي ما سمعتوها من فاروق صلاح اشتركوا في القناة